فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا حضرت الصلاة في الطائرة وخشي الإنسان من خروج الوقت فكيف يؤديها حينئذ إن كانت تجمع إلى ما بعدها ولا يخرج وقت الثانية قبل هبوط الطائرة فإنه يؤخر الأولى ويجمعها مع الثانية إذا هبط في المطار قبل خروج وقت الثانية أما إذا كان لا يريد يخرج وقت الثانية قبل نزوله فإنه يصلي في الطائرة على حسب حاله حسب حاله وإمكانيته نعم إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة